تيجي تقولي مثلاً الأزمة اللي حصلت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى كذا وكذا 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 هسألك سؤال البضاعة موجودة في الأسواق ولا لأ؟ الحق هي تقال هي موجودة تيجي تقولي بس الأسعار هسألك السؤال اللي بعده هو المنافذ اللي دايماً بنتكلم عليه هقولك منافذ التموين، منافذ الزراعة، منافذ وطنية، منافذ أمان، معرض كلنا واحد أو مبادرة كلنا واحد، معرض أهلاً رمضان الحاجة موجودة بنفس السعر بتاع الأزمة أو أثناء الأزمة أسف في وقت الأزمة الأوكرانية الروسية لا، أقل هتجي تقولي إزاي دا كل حاجة غليت أقولك صح يا كل حاجة غليت لو أنت بعيدت عن دول هتلاقي الحاجة غالية عاوز تروح لدول هتلاقي الحاجة عليها خصم الخصمات بالمناسبة بتبدأ من 15% وصولاً إلى 60% يعني أقل حاجة هتلاقي عليها خصم أقل حاجة أقل خصم يعني 15% على سعر ما قبل 24 فبراير سنة 2022 لو أنت رحت الحاجات اللي أنا قلتها لك هتجي تقولي طيب يعني إيه والحاجات دي منتشرة أقولك آه تقريباً في كل الأحياء والشوارع كل القرى، كل النجوع، كل العزم، كل الكفور موجودة المنافس دي دايماً موجودة أتحدى إنها مش موجودة حضرتك عايز تاخد، خد اللي أنت عايزه كل اللي أنا طالبه منك بلاش تزودها يعني خد اللي أنت فعلاً محتاجه عايز بقى تقعد تخزن هقول لك غلط غلط عليك أولاً مش على الضوء، غلط عليك أنت الأول لأنه لو كلنا خدنا قرار تخزين بعد شوية مش هتلاقي حاجة على الأرض هيبقى بيتنا مليان الحمد لله وشكر الله بس على الرف مش هتلاقي فده يؤدي إلى إيه بقى؟ يؤدي إلى إنه تجار قد يكونوا جشعين هيبدأوا يرفعوا الأسعار أكتر مما هي عليهم فأنت تعمل إيه؟ خد اللي أنت عايزه ولما هتحتاج تاني هتلاقي اللي أنت عايزه موجود فسيادتك لازم تبقى متطمن حضرتك بقيت عايش في دولة مش شبه دولة خالص أنت عايش في دولة عارفة بتعمل إيه؟ بتتحرك إزاي؟ بتزبط السوق إزاي؟ بتضرب بإيد منتهى الحسم والحزم وإيد حديد على أي حد بيحاول إيه؟ يلعب طيب فاضل عليك دور كمان لقيت حاجة مش ولابد؟ بلغ جهاز حماية المستهلك وأتلاقي الرقم موجود قدام حضرتك على الشاشة مصر لا تتوقف؟ لن تتوقف كل اللي جرى في مصر تقريبا من 72 حتى 2014 على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي كون؟ واللي حصل في مصر من 2014 حتى اللحظة كون تاني خالص أنا هقولك على بلاطة اللي حصل في مصر من 2014 لحد إحنا هو 26 فبراير عشرين اتنين وعشرين أكبر بكتير وأهم بكتير وأثره الاقتماعي والاقتصادي أقوى وأعمق بكتير من كل اللي حصل في مصر من 1805 لحد سنة 2014 دون مبالغة وأنا عندي استعداد كامل إن أنا أفصلها لك بالتفصيل وكل مشروع حصل في مصر من 1805 أيام محمد علي لحد 2014 نقعد مع بعض نتكلم في أثره الاقتماعي والاقتصادي ماشي؟ طيب ونشوف نحط المقارنة بقى بكل اللي حصل في مصر من 2014 لحد عشرين اتنين وعشرين وأثره الاقتماعي والاقتصادي وتبقى المقارنة عيانا بيانا أنا مستعد أتحدى أي حد في ده كل الأسات زل على راسي وكل الناس ربنا يهديهم ويسمحهم على اللي بيهببوه أنا مستعد أتكلم في ده بالأرقام الأثر الاقتصادي والاقتماعي لكل حاجة حصلت في مصر عندي استعداد كامل نيمت على رأيي الإنجليز اختر لي أي مشروع جارة من أيام محمد علي لحد 2014 وحط لك المقارنة بتاعت مشروعات مش هقولك بقى مثيلة أو شبيهة مشروعات مفترض أنها بنفس الحجم طيب قدت إلى أثر اجتماعي واقتصادي قد إيه؟ حدوتة وهتدحكي هتدحكي وانا تحت أمر السيادة اشتركوا في القناة